مرحبا وسهلا فيك الأخلال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يسألناك يا مرحبا وسهلا فيكم بداية تعازينا لكم الأسرة الكريمة على وفاة خالق يوم أمس بسبب حادث سير يعني كان للموضوع الذي نتحدث عنه بسبب دهس أحد القمال السائبة في الطريق بالبداية طبعا بسم الله الرحمن الرحيم أمر الله طبعا مطاع وهذا قضاء الله وقدره والبقاء والدوام لله سبحانه وتعالى لكن أريد فقط أقول كلمة سيد عبدالله سبحانه تفضل أخي هلا والله في الصراحة أنا أقول لأصحاب الإبل خصوصا أصحاب الإبل اتقوا الله في أنفسكم اتقوا الله في أنفسكم اتقوا الله في أنفسكم اليوم أطفال تيتمت نساء ترملة بيوت سكرت من هذا الموضوع قابلها بأسبوع في نفس المكان تقريبا وبالقرب منه مسافة قريبة فقط أيضا في حالة وفاة وهذا بسبب الإبل والناس تتكلم وإحنا نتكلم واليوم قات علينا وباكر على الثاني وباكر على الثالث متى هتتوقف هذا الشيء متى هتتوقف هذا الشيء لو كنتم في موقف الحدث وتسمع الصرخات الإنسان اللي فقدناه إنسان ما يتعول أبدا إنسان مرح إنسان فكاهي إنسان عاش حياته من يوم الصغير هو يتيب بنفسه كان يكافح في الحياة وإنسان مرح وفكاهي فقدناه للأمانة يعني بسبب هذا الإبل نعم هذا قضاء الله وقدره ما عندنا اعتراض هذا قضاء الله وقدره لكن لكل شيء فيه سبب لازم يكون سبب والمشكلة ما جديدة هذا حتى مشكلة صار لها سنوات نعم والكلة أنا اليوم ما أتقبل إنه في شخص من أصحاب الإبل يجي ويقول لهذا قضاء الله وقدر نعم نحن نوبن بالقضاء سواء كان خير ولا شخص واللي مكتوب طبعا بيستوي لكن أنا ما أتقبل هذا الشيء لأن هذا بسبب إهمال إن أنا أخلي الإبل خصوصا في الفترة النصائية بالليل وأن صادفتنا أكثر من موقف إن هذا الإبل المستحيل تستفادعي بالذات على هذا الطريق أهلال بالذات على هذا الطريق نعم هذا الطريق دائما دائما إيش اسمه الطريق هذا هو الطريق اللي يربط ما بين الخضرة والخط السريع أو اللي يسمه سحر رحمات الحيلين سحر رحمات نعم نعم لأن على هذا الطريق بالتحديد الحوالي ستتكرر بنفس الطريقة نعم نعم شبه إسبوعيا في هذا الطريق والبعض يقول حتى الحلول حتى الحلول البسيطة حتى الحلول البسيطة ما تم اتخاذها يعني أنت اليوم بإمكانك تركب قلادة فسفورية على هذا الأبل لتجنب الحوالي ما فيه يعني ما فيه حتى المبادرات البسيطة لحل السيد عبدالله أنا شخصيا قلص مع ضابط يعني من ضباط الشرطة وقلصنا روياء واكترحت عليه أن هذا الأبل لازم يكون فيها لبس فسفوري يعني هذا اللبس فسفوري اللي تلبسه هذا الأبل والي يغطى بهذا الأبل أنا أقدر أشوفها يمكن مسافة 2 كيلو لماذا؟ لأن الأبل لا تتجمع مع بعضها البعض طيب الحين أفضل أني أنا أفضل خالي خالي اليوم تفكر بيته بيته بالكامل بتفكر اليوم تفكر أن البيت ما بقفل ما أحد فيه وزوجته معه الله الله يعلم فيها الحين في المستشفى وإحنا قلصنا نقول الحين أتمنى أتمنى أرسال عبدالله وهذه الكلمة تصل للجهات المختصة أنه لازم تكون فيه وقفة ووقفة هالي تكون وقفة حازنه اليوم أنا باكر أنت باكر الثاني والثالث ويمكن حتى أصحاب الأبل نفسه يصادف هذا الموقف هل صاحب الأبل يرضى هذا الشيء لولده يرضى هذا الشيء لبنته يرضى هذا الشيء لأحد من قاربه يمكن حتى هو بنفسه يكون في هذا الطريق ويجي أمامه هذا الأبل السعيد واحتمالية وقوع مثل هذه الحوالث كبيرة لأنه ماشى حتى إنارة في الطريق احتمالية الوقوع مثل هذه الحوالث ويعني الابل يعني أقولك بكميات كبيرة في هذا السعيد كميات كبيرة وما لا في هذا السعيد أنا شخصيا صادثت في الطريق السريع صحيحا طريق الصحيح وين بتتفادي أنت جايب سرعة 128 وال130 وتشوف على مسافة 20 متر كيف بتتفادي طبعا طريق السريع نفس المشكلة بنونين طريق السريع نعم بالكامل ما في إنارة أتوقع أنت شفت الحالة والابل دائما موجودة فيه أتمنى أتمنى بصراحة من القيهات المختصة وقفة وليس كلام فقط تعبنا من الكلام أنا شخصيا بنفسي وحدي كنت راجع وبجفة أتكلم وما شفنا أي نتيجة أتمنى من القيهات المختصة خصوصا بلديات يكون فيها وقفة حازمة لهذه الإبل السعيدة يعني حتى الغرامات اللي نسوينها رحنا نخفضها يعني حتى الغرامات رحنا نخفضها يعني بدل ما نحاول إننا نشدد أحيانا عقوبة إهمال القمال بذل طريقة نعم أخوة لازم في تحديد العقوبات رحنا نخفض العقوبات طيب نحن هلال مكالمتنا هذه لتقديم التعازي لك والإسر الكريم ونسأل الله الرحمة والمغفرة المتوفى احسن فقد الله اللهم أمين ويرحم جميع عمواتنا المسلمين والمسلمات اللهم أمين احسن تستاذ بارك الله فيك والسموح على التطوير معاتم بالعكس بالعكس